اشتركوا في القناة عدنا هذا الكلب حطيته انت بالبانيو وشطفته بأحلى شامبو جايبها من امريكا من اليابان من الصين ما اعرف ليش شو يضل نقس له طاهر عجيب كان معلمي رائع كنت مضايق كان رائع قال لي نقس قلت له نقس قال لي انت طهرته حطيت عليه بسم الله الرحمن الرحيم وتجلب به بقى نجيس لو صار طاهر خوش هذا الماي البالبانيو نجيس لو طاهر خوش انت مجنب وهذا الجنابة نتيجة معاشرة زوجتك تختسل بالماي هل الماي طاهر يبقى نقس يبقى طاهر ولكن من الحرام يبقى نقس يلا قال هذا الكلب اش ما تحطه بالماي نقس الطلعة نقس خوش الذي لا يؤمن بولاية عليم نعم يطالب نقس لو طاهر راح اقلكم شيء قال لي اريد العالم كله يسمع قطر السعودية الامارات المغرب العربي الولاية هي اداة التطهير لكل مسلم بدون الولاية يصبح المسلم نقسا كنقاسة هذا الكلب اش كثر ما تغسله نقس هو والماي اللي تغسله به بدون الولاية يقول معلمي يكون نقسا وحينما يكون نقسا اذا صافحك وبديماي عليك ان تغسل ايديك لانه نقس لان بالولاية المسلم هو مسلم بدون الولاية يصبح نقسا لا يمكن ان يطهره ماء على الاطلاق بالولاية نكبر بالولاية نطهر بالولاية تقبل صلاتنا بالولاية نتقرب الى الله لماذا من كنتم مولاه فان علي مولاه ولم يكن ومن لم يكن علي المولاه هذا نقس ليش اولا النقس نقس خالف رسول الله فاصبح كافرا او مشركا وحينما يصبح المشرك انما المشركون نجس القرآن يقول احنا نتحدث من علمية اني مالي علاقة بحزب الله وايران والربع وبالك عنه وحماس وفلانة وفلتانة انا كلهم دولة على راسي بس انا حماس ما اشحل ما يؤمن بالولاية عندي نقس وحينما يكون نقسا فما هي العلة التي تطهره عليه ان يؤمن بالولاية لماذا لان الحد الفاصل بين الايمان والشرك علي بن ابي طالب والدليل لقد خرج الايمان كله الى الشرك كله لذلك احنا علي بن ابي طالب بالحالة اللي عندنا حالة غير طبيعية هي حالة مفصلية بين المؤمن والكافر الولاية من يؤمن بالله ويعمل صالحا يؤمن بمن بالولاية لحد الان ما يطلع واحد من هاي الدكاكين اللي يعتهم مليارات الدولارات هنا ناس علاقات حالنا عرشتون مليارات الدولارات فينا يقدر يحكي شي عن ولاية اللي بن ابي طالب يقصون لسانه ولسان ابوه لان يقلول له احنا جاي ابناك حتى تضرب الولاية جيبناك حتى تضرب الولاية تحكي عن الولاية انشيلك من كرسيك انت وابوك وهاي الغنم لازم سره على من على من هو الد الد الخصام للامام المهدي روحي له الفلال والله اعرف اشياء لو قلتها اما تكفرونني لانكم جهلة او تعلنون حربا علي ايسرها ان اقطعنا وعيالي افدوا لروح الدين بس يجي وقتها حينما يؤمر معلمي لا ارى احدا بعد ما اشه احدا ما بحال حدا اصلا بس يؤمرني قلت وكل على الله توكل على الله يعني وهذا الشعر يقول لما رأيت مشانقا نصبت لقتلي فقمت مرحبا عند النزال هذا الشعر يقول سأمضي الى الجنان ولا ابالي سأمضي الى الجنان ولا ابالي ترجمة نانسي قنقر